سلام المسيح و أهلاً وسهلاً بكم ربي بارك يومكم اليوم رح نتأمل في موضوع الفرح في المغارة نقرأ مزمور 57 والعدد من 6 إلى العدد الثامن مكتوب هيئوا شبكة لخطواتي إنحنت نفسي حفروا قدامي حفرة سقطوا في وسطها ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أغني وأرنم أستيقظ يا مجدي أستيقظ يا رباب ويعود أنا أستيقظ سحراً ملك داود كتب مزمور 57 وهو في المغارة وهو هربان من عدو الشرس جداً وهو ملك شاول وفي أول أعداد من هذا المزمور بيتكلم عن هروبة بيتكلم عن المخاطر والمخاوف اللي كان ديمر بيها داود كان دائماً يسمع من المقربين إلى شوقت بيكون الخطر وهو كان منهزم من الموت وبنفس الوقت كان إلى فرص أنه فعلاً يقتل ملك شاول لكن هو أيضاً هرب وانهزم من هالخطيئة وممت إيده على ملك شاول وهو في التحديات اللي ديمر بيها ديفاجئنا داود بوقت التسبيح والعزف في المغارة داود بوقت الهرب أخذ وياه ربابة وعود لأنه يعرف إلهه أنه هو راح يكون وياه هو راح يخلصه وكأنه بيقول للعود والربابة مثل ما قرأنا بنا يلا هسا وقت التسبيح هسا وقت الترنيم للرب وقت الشكر هسا وقت أعلان سلطان وقوة الله على حياتي هذا إلهي حي هو عادل هو راح يحميني هسا وقت أنه نعلن فعلاً اسم إلهي على مخاوفي وعلى أعدائي وعلى كل آلة حرب صورت ضدي هسا وقت الاحتفال وأنا في المغارة وأنا متلاحق من عدوي لكن أريد أعطي للرب حقه تصور داود الهربان في المغارة صار فيها فرح صار فيها احتفال في نص مشاكله في نص مخاوفه هاليوم نحن نقدر أيضاً انسبح إلهنا نعلن فعلاً على مخاوفنا وعلى عادائنا هو راح يكون ويانا هو أمين هو الأمين هو راح يكون كل الأوقات ويانا بنسبحك يا رب بنشكرك فعلاً بنعلنك يا سيد أنت أنت القوي أنت القوي يا رب على مخاوفي يا رب بعلنك السيد على مخاوفي على تحدياتي يا رب هاليوم أريد فعلاً أحتفل بحضورك بحياتي بالقوة اللي بتعطيها إلي بإسم المسيح يسوع صلي آمين 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 ربي باركك ونشوفك بالحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة